وتسلم وترفع الريال بيضة عزين نخلص بقى وليها هي وابنة باليسر في حضني يا حبيبتي ايه دي مش كده ان شاء الله ربنا حيفرجها انا مش فهمة في ايه انا ولا ايش معنا يعني السناتي انا كده حيتخرب بيتي اندي انا شارية بضعب خمسين مليون جنيه مبيعتش منها حاجة دلوقتي يغب اربعة مليون بس دلوقتي يجي فوزي ونعرف منه ايه اللي حصل ايا فوزي عرفت حاجة؟ عرفت يا زهر عرفت كل حاجة طب ما تقول ليه؟ طب اجل ما اخد نفسه وبعد انا اقول لكم نفسك ايه انا فهمصيب اتكلم نحن فالهم فهمصيب يا زهرة وهمصيب كبير اوي طب ما تتكلم وتقول ايه اللي حصل حالفت من ورا المصيبه ديت والحاج فرج فرج؟ وما الفرج واتجارة الياميش بتاعتي داخل حرب معاك يا زهرة وبيضرب تحت الحزام يعني البضعب في السوق دي كلها بتاعت فرج؟ ايوه يا ريتع البضعب بس ده التجار مش نويني يتعامله مع حد في السوق غيره ده نقص يعملو له اغاني كمان ويوزعوه في السوق ليه يعني كل ده؟ هو بقال له قد ايه بيشتغل في تجارة الياميش جاي ببضعة يعني احسن من البضع بتاعتنا؟ مش حكاية احسن ولا اوحش هي هي نفس البضع وبنفس المواصفات بس مش هو ده السبب ما تتكلم بقى انت هتنقطني بالكلام كمان ولا ايه؟ يا ستي عايز يضرب لنا الاسعار بيبيع بقى اسعار قل من اسعارنا قد ايه يعني؟ خمسة وعشرين في المية حري سويت خمسة وعشرين في المية؟ ده بيرمي الفلوس في الارض مش بقولك نوع على حرب معاك يا زهرة وحرب ايه؟ ما فقاش يوم مرحمين قاعد بقى التجار وغرق السوق كمان يبيع على قل مني خمسة وعشرين في المية؟ يا يا فرك انت نوع على خراب بيتي بقى واخراب مستعجل وعشان ايه كل ده؟ بقى ده جزيتي برضو نبعدت له الواد ابن عشان يشوفه؟ الحج فرج مش من النوع اللي تديله لقمة ويرضى بيها يا زهرة الحج فرج عايز يشيل الجمل بمحامل انت قصده يا فوزي يعني عايز ياخد الولد يا زهرة وقاريت على الواد وبس ده عايز الواد وام الواد انت قابلته؟ قابلته بعد ما خرج من السجن وقال لي الكلامنا وبعدين يا زهرة هتعملي ايه ده ابتدى يعني الحرب بجد؟ يعلن الحرب ايه ولسه يعلن ده دخل الحرب معانا وكسب اول جولة في المعركة بس الحرب بقى لسه ما انتهتش واذا كان هو الحج فرج ابو اليسر فانا كمان الحج سهرة الحرب ايه بس يا حبيبتي؟ ما تهوليش الموضوع ما تهوليش ازلي بس يا فريد انا عندي بضاعة ملايين انا كده بتخرب بيتي يا حبيبتي انت بضعتك حاجة تانية ما تنسيش ان الحج فرج درج الرسماني يعني هو بيبيقى البضاعة بسعر اقل انا ايه كمان اقل في الجودة وبيشتري طبقة معانا من الناس ما تقدرش على تمل البضاعة بتاعتك انت طب ايه رايك بقى ان انا جبت نفس البضاعة بتاعته ولقيتها من نفس الجودة بتاعت البضاعة بتاعته بس بيبيحة بسعر اقل لك ان واحد بينتحر من دور عالي قوي وعايز ينزل فوق واحد ويفطصه بقولك ايه ما تنسي بقى التجارة وكلون فرق ده وركزي في المشاريع بتاعت الحمزة وبيه انا مركزة في كل المشاريعي لكن فرج ده مقدرش اسيبه انا كده اسمي تهزف السوق يا فريد ايه بس احنا عايزين نهد الليها بشوية مع الحج فرج انت احنا مش قده انت يا حبيبي مش قده انا قده بقى وقد عشرين زي وكمان